قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم الصحفة العالمية عن اقصاء المغرب من الكن جنوب افريقيا تخلق المفاجأة وتنهي اخر امل عربي في كأس امم افريقيا خبر عاجل عملاق اوروبا يطلب التعاقد مع وليد راقراكي بعد اقصاء المنتخب المغربي مليار سنتيم للمنتخب المغربي بعد الاقصاء من كأس امم افريقيا والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار الصحفة العالمية عن اقصاء المغرب من الكن جنوب افريقيا تخلق المفاجأة وتنهي اخر امل عربي في كأس امم افريقيا سلطت الصحفة العالمية الضوء على اقصاء المنتخب المغربي من ثمن نهاء كأس امم افريقيا 2023 بعد الهزيمة امام جنوب افريقيا بهدفين دون رد ونشرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية تقرر مفصلا عن المباراة التي احتضنها ملعب لوران بوكو بعنوان اقصاء المغرب بعد امسية كابوسية ووصفت صحيفة سبورت الاسبانيا اقصاء المغرب من الكن بالمفاجأة حيث كتبت في مقالها كأس الامم الافريقية تدخل الضوار ربع النهائي والمنافسة تشهد مفاجأات كبيرة كما سلطت الضوء على المنتخب الثماني المتأهل للدور الموالي ومن جانبها كداموقع فوت ميركاتو الفرنسي ان منتخب البافن بافن خلق المفاجأة في تقرر كلاسيكي عن المباراة عنوانها جنب افريقيا تخلق المفاجأة باقصاء المغرب واشارت صحيفة موندو دي بورتيفو الاسبانيا الى ان النسخة الحالية من كأس امم افريقيا شهدت خروج كل المنتخبات الكبرى وكتبت بعد اقصاء المغرب احد اكبر المرشحين لتتوجب اللقب وصاحب المركز الرابع في كأس العالم 2022 يجب ان نتذكر ان حامل اللقب السنغال خارج يوم الاثنين بركلة الترجيع على يد الساحل العج وان فرقا كبرى اخرى في القرى مثل الكاميرون ومصر وغانا خرجت ايضا من البطولة واعدت شبكة بين سبورت القطرية تقرر عن المباراة بعنوان جنب افريقيا تفاجئ المغرب وتسعد الى ربعين نهائية كما تطرقت صحيفة الشرق الرياضية فيما قال لها الى خروج اخر ممثل للمنتخبات العربية في كأس افريقيا معنوينة جنب افريقيا تنهي اخر امل عربي في امم افريقيا باقصاء المغرب يذكر ان المنتخب المغربي ودع منافسة كأس امم افريقيا عقب الهزيمة امم جنب افريقيا بهدفين نظيفين في التمنى نهائية خبر عاجل عملاق اوروبا يقدم عرض للتعاقد مع وليد راكراكي بعد اقصاء المغرب من الكان تدور تساؤلات لدى الجماهير المغربية بشأن امكانية رحيل وليد راكراكي مدرب المنتخب المغربي الاول لكرة القدم بعدما ودع اصود الاطلس النسخة الحالية لنهائية كأس امم افريقيا 2023 من دورة الستة عشر اترى الهزيمة المفاجئة امام جنوب افريقيا بهدفين دون مقابل وفي مفاجأة مدوية اليوم اكدت العديد من التقارير ان فريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع وليد راكراكي مدرب المنتخب الوطني كمدرب خلفا للايطالي جينارو جاتوزو ونشرت الصفحات الموالية لفريق مارسيليا الفرنسي الخبار على نطاق واسعة والى الان لم تخرج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم او وليد راكراكي باي بلاغ بخصوص هذا العرض وكان وليد راكراكي قد صرح قبل فترة طويلة انه سيرحل عن المنتخب المغربي في حال لم يصل به الى نصف نهاء كأس الامم الافريقية بالكودفور وفي ذات التصريح اكد ان حلمه المستقبلية هو التدريب في اوروبا فهل يرحل وليد راكراكي عن المنتخب المغربي ويلتحق باولمبيك مارسيليا خصوصا ان المدير التقني للفريق الفرنسي هو المغربي المهدي بن عطي مليار سنتيم للمنتخب المغربي بعد الاقصاء من كأس امم افريقيا من المنتظر ان يحصل المنتخب المغربي على منحة مالية تقدر بمليار سنتيم عقب مشاركته في كأس الامم الافريقية 2023 وبلوغه الدورة من النهائية وخاصص الاتحاد الافريقي لكرة القدمة مبلغ مليار سنتيم للمنتخبات التي بلغت تمنى نهائية وهو المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب المغربي بعد الاقصاء من هذا الدور على يد جنوب افريقيا بعد الخسارة امسة لتاء بهدفين نظيفين هذا وصينا للفائز بلقب كأس امم افريقيا جائزة مالية تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار على ان يحصل الوصيف على مبلغ 4 ملايين دولار فيما سيتلقى الفريقين الذين سيصلان لنصف نهائي مبلغ 2.5 مليون دولار والمتأهل للدور ربعي نهائي مبلغ 1.5 مليون دولار وقال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدمة فالجنوب افريقي باتريس موتسيبي في تصريحات سابقة ان هذه البطولة عرفت زيادة المبلغ والجوائز بنسبة 40% وان هذه التحفيزات ستسهم في تطوير اداء البطولة وستعود بالنفع على جميع المنتخبات المشاركة اضافة الى مساعدة اتحادتها الكروية اربعة اسباب ادت لسقوط المنتخب المغربي امام جنوب افريقيا ودعا المنتخب الوطني المغربي كأس امام افريقيا من الدور التمنى النهائي بعد هزيمته امام جنوب افريقيا بهدفين لسفر واثرت المباراة العديد من التساؤلات حول النهج التكتيكي للناخب الوطني وليد راقراجي وغياب النجاعة الهجومية واحترام المنافس اكتر من اللازم وتكرر مسلسل تضيع الفرص السنيحة للتسجيل في مباراة جنوب افريقيا كما حدث في مباراة الكونغو الديمقراطية وزنبيا وسجل المنتخب الوطني هدفا وحيدا في المباراة المدكورتين بينما صنع العشرات من الفرص واثر قرار راقراجي بالاعتماد على نصير مزراوي كظهير ايصر امام جنوب افريقيا الجدل فغياب التنفسية لدى مزراوي كان واضحا بينما كان البديل يحيي عطية الله اكتر جهزية ويعرف معظم لاعب جنوب افريقيا جيدا كما احترم وليد راقراجي منتخب جنوب افريقيا اكتر من اللازم مما اثر سلبا على اداء المنتخب المغربي فلم يكن المنتخب الجنوب افريقي صعب المناء خلال الشوط الاول بدليل وصول لاعب المغرب بسهولة الى مربع عمليات الخصم وظل راقراجي وفية لنفس النهج في جميع مباراة الكونغ حتى فيضل غياب الجنحين سوفيان بوفال وحكيم زياش لم يلجأ الناخب الوطني الى المجازف او احدات تغيير على الشكل العام للاداء الا في اللحظات الاخيرة لمباراة جنوب افريقيا ومن اهم الدروس التي يمكن استخلاصها من مشاركة المنتخب المغربي في كأس امام افريقيا ادراك الحجم الحقيقي للمنتخب الوطني على الصعيد القاري فالمغرب يملك لقبا يتيما توج به سنة 1976 والتألق في المحافل الدولية لا يعني باي حال من الاحوال ان المغرب سيتسيد كرة القدم الافريقية وظل رقراجي وفية لنفس النهج في جميع مباراة الكونغ وحتى فيضل غياب الجنحين سوفيان بوفال وحكيم زياش لم يلجأ الناخب الوطني الى المجازف او احدات تغيير على الشكل العام للاداء الا في اللحظات الاخيرة لمباراة جنوب افريقيا قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم الصحفة العالمية عن اقصاء المغرب من الكون جنوب افريقيا تخلق المفاجأة وتنهي اخر امل عربي في كأس امم افريقيا خبر عاجل عملاق اوروبا يطلب التعاقد مع وليد رقراجي بعد اقصاء المنتخب المغربي مليار سنتيم للمنتخب المغربي بعد الاقصاء من كأس امم افريقيا والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد الاخبار